إن هناك خطر رهيب يتهدد المنطقة ويتهدد الجزائر ويتهدد بلدان أخرى موريطانيا والمغرب وليبيا والسودان يتهددها إنه الشيطان الإماراتي اللي هو في خدمة صيونية العالمية إن الإمارات تمر بأسوأ ظرف لها هو الآن لأن حليفها الرئيسي وسيدها الرئيسي في تل أبيب يعيش ظروف عصيبة وسينشغل لأسابيع ولأشهر بالكارثة التي حدثت بعد 7 أكتوبر وما بعدها والصراع الذي سيكبر داخل الإسرائيل ما بين الذين مع نتنياهو والذين يردون الإطاحة به وسترون سيكون هناك صراع كبير جدا وأنا لا أستبعد أن يتحول إلى صراع مسلح بناتهم قد نشهد حرب أهلية وسلاح لمده بنغفير لمئات الآلاف من المستوطنين المتطرفين في الأسابيع الماضية بدعوة أن يحاربوا بها الفلسطينيين أنا على يقين أنه سينقلب يوما ما وليس ببعيد على بني إسرائيل إسرائيل ستتجه احتمال كبير إلى حرب أهلية ولو بعد حين ولو بعد حين قد لا يكون بعد شهر أو شهرين أو عام لكن خلاص البذور موجودة إذن إذا كان هناك عاقل داخل نظام الجزائر هناك ثلاث خطوات رئيسية أساسية مركزية حاسمة تتعلق بمصير بلادنا وبمصير منطقتنا ككل اللي نعتبرها أنها عزيزة علينا مثل بلادنا قطع العلاقات مع الشيطان الإماراتي الآن وحالا وغلق كل مصالحه في الجزائر واعتقال عملاء اللي رقم تعرفوهم جيدا الأمر الثاني إعادة بناء العلاقات الجزائرية المغربية فمهما كانت الخلافات بين النظامين وتحت أي تسويغة أو تفسير أو نحن شعبين متجاورين لو كان ما جئناش خاونا نتعاونوا كجيرة فما بالك نحن خاوة كان ما جئناش كان جاءوا هما من ديانة أخرى وإحنا من ديانة مختلفة لو كانوا نقولوا إحنا جيران نتعاونوا معناش خيار هما ما يرحلوش وإحنا ما نرحلوش فما بالك يجمعنا العرق الأمازيقي والعرق العربي والثقافة والدين واللوم والشكل والجغرافيا والماضي والمستقبل والتاريخ وكل شيء كفوا وتعاملوا مرة باعتباركم لديكم قليل من العقل لأن الآن تبدون سفهاء جدا والملك المغربي سبق وأن مد يده وقالوا طيب وصلوا الكذب الباب الدار إذا كان يكذب وصلوا وإذا كان صادق نبنو على الأقل نستطيع أن نطرد الصهاينة صهاينة العرب وصهاينة إسرائيل لأن الهدف الإماراتي هو التدمير المنطقة المغاربية كما دمرت المشرق العربي وقد يقول الناس أنني أكرر سأظل أكرر لأن القضية وجودية ولأن مصير الجزائر ومصير المنطقة كله قد يتحول إلى سوريا أخرى وإلى يمن آخر وإلى عراق آخر وليبيا ليست منا ببعيد الذي دمر ليبيا هو الانقلاب على مرسي ودخول السيسي والإمارات إلى ليبيا الذي دمر سوريا هو عسكر الثورة السورية ودفعها لمواجهة نظام إجرامي معروف بإجرامه الكبير ولعبت الإمارات دورة أساسية في هذا والإمارات هدفها إذا لم يتحقق حرب بين المغاربة والجزائريين فليكن إضعاف شديد للمنطقة والسيطرة على البلدين بطرق مختلفة بالحسنة وبالخشنة بالترغيب أو بالترهيب تجاه المغرب يتجهون ترغيبا وتجاه الجزائر يتجهون ترهيبا وقد بنوا القواعد العسكرية في محيطنا كله والأمر الثالث كما قلت هو الأزوات إنهم قبائل أمازيغية تارجية وقبائل عربية وفيهم قبائل فلانية وفيهم أيضا قبائل إفريقية هؤلاء منا ونحن منهم هؤلاء هم حراس الصحراء الكبرى لأنهم أبناء الصحراء الكبرى هم حراس الحدود الجزائرية اللي راي تلوح فيها عشرات الألاف من الجنود بعضهم يفقد عقله وبعضهم لا يجد ما يأكل هؤلاء هم الذين يحمون حدودنا لأنهم منا ونحن منهم ويعرفون أن ما يضر الجزائر يضرهم أنتم الآن تحاربونهم تساعدون الفاغنر والطغمة المالية أنتم الآن تعتقلون الأزواديين والجزائريين المتعاطفين معهم كفوا عن ذلك إنكم ترتكبون جريمة في حق الأزواد وقبلها في حق الجزائر والجزائريين ثلاث أشياء إذا لديكم عقل تقومون بها وحالا لو فيكم عقلاء يقومون بها قبل نهاية العام وعلى أقصى تقدير قبل نهاية مارس لأن الوقت ينفذ وينفذ بقوة